اشتركوا في القناة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون الثقافي في القضاء الالكتروني ومكافحة الجرائم الالكترونية وتتعلق مذكرة التفاهم بالتنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم الالكترونية والتعاون والتدريب في مجال التحقيق بشأنها وتبادل المعلومات الفنية حول أساليب وطرق التهديد الالكتروني بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول الأنظمة التقنية والحلول الأمنية والتعاون في مجال الابتكار وتكنولوجيا المعلومات وبهذه المناسبة أشاد معالي وزير الداخلية بالعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين والحرص المتبادل على تعزيز أفاق التعاون الأمني في مختلف المجالات معربا عن تقديره للمواقف الطيبة والمشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تجاه مملكة البحرين وأوضح معالي أن مذكرة التفاهم التي تم توقعها تشكل إضافة نوعية للتعاون والتنسيق الأمني بين البلدين وتأتي انطلاقا من روح الأخوة ووحدة الهدف والرغبة المشتركة في توطيد التعاون التقني في الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجرائم الإلكترونية من جهته أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أن علاقات البلدين الشقيقين تاريخية ومتميزة وللبحرين ما كانت متميزة في قلوبنا معربا عن خالص تمنياته للبحرين قيادة وحكومة وشعبا بالمزيد من الرفعة والتقدم ترجمة نانسي قنقر